قال الله جل وعلا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا فالحياة هي منحة ومنة من الله عز وجل يهبها من يشاء من خلقه لذلك يمتن بها على الناس ويذكرهم بما أفاض عليهم من هذه النعمة كما في سورة الإنسان حيث قال الرحمن جل في علاه في كتابه هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا فيذكر الله تعالى الناس بأنهم قبل أن يوجدوا قبل أن يخلقوا قبل أن يمروا بهذه الأطوار التي أفضت إلى خلقهم وإلى وجودهم في الحياة الدنيا لم يكنوا شيئا قبل ذلك هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا هل هنا بمعنى قد أتى على الإنسان مدد متطاولة قبل أن يخلقه الله تعالى لم يكن شيئا مذكور أنا وأنت وأنتم وأنتم كلنا أيها الأخوة والأخوات قبل أن يخلقنا الله عز وجل في هذه السنين المتطاولة من عمر البشرية لم نكن شيئا مذكورا فمن الله تعالى علينا بالحياة وأوجدنا ومنحنا من أسباب تحقيق المقصود من الحياة ما أفاض به علينا ابتداءا من ألوان نعمه وألطافه وإحسانه ترجمة نانسي قنقر